مرحبا أنا أخصائيتي التغذية هيبا عاكف رصاص رح نحكي اليوم عن كيفية تناول فول الصوية للتسمين فول الصوية يعتبر من البقوليات اللي بتحتوي على نسبة عالية من البروتين وعلى الأحماض الأمينية الأساسية فهو بروتين نباتي شبيه باللحمة منقدر أنه نتناوله خلال نظامنا اليومي غني بمركبات الأيزوفلافنز وكمان مركبات شبيهة بالإستروجين اللي هي الإستروجين النباتي الفايتو إستروجين اللي بتحافظ على صلابة العظام وبتقينا من الإصابة بهشاشة العظام هل فعلا يعني تناول فول الصوية بعمل على زيادة الوزن لأنه كثير من الأشخاص بعانوا من صعوبة في زيادة أوزانهم هذا الإشي ممكن أنه يكون بسبب معين يعني لعدة أسباب ما في سبب معين ممكن أنه نحصله سبب النحافة ولكن ما في غزاء معين بعمل على زيادة الوزن أو نقصانه هلأ هذا الشي بعتمد إذا كان الشخص مثلا عم بياكل أكتر من عملية حرقه فهذا الإشي رح يكسبه زيادة وزن قصمنا أما إذا كان عم بحرق يعني عم بعمل نشاط بدني وحرقه أكتر من كمية تناوله للأكل فهو رح يكون عم بنحاف ورح يعني ينقص وزنه ولكن ممكن أنه بعض الأطعمة يعني بتكون ممكن أنه نضيفها لنظامنا الغذائي بتساعد على اكتساب وزن ففول الصوية وأطعمة الصوية كمان مثل جبنة التوفو مثلا أو حبوب الإدمام اللي هي بتكون خضرة قبل ما تم عملية نضجها بشكل كامل هي حبوب الصوية ولكن الخضرة ممكن أنه نتناولها يعني بتساعد على عملية زيادة الوزن بشكل تدريجي كوب من حبوب الصوية المطبوخة تحتوي على 173 صعر حراري وبتحتوي على 17 جرام من البروتينات فهي من تعتبر يعني مرتفعة بشكل معتدل بالسعرات الحرارية فممكن تناول فول الصوية وإضافة لنظامنا الغذائي هذا الأشي رح يساعد على زيادة الكتلة العضلية خصوصا للأشخاص اللي بعانوا من النحافة المفرطة وما بتزيدهم دهون فما بزيد الشخص من نسبة الدهون في جسمه وكمان بتساعد على فتح شهيتهم وتناول فول الصوية بيحتوي على الألياف اللي هي مفيدة لصحة الجهاز الهضمي وتعمل على تخفيض نسبة الكوليسترول السيء أما عن كيفية تناول فول الصوية فإضافة 35 جرام بشكل يومي لنظامنا الغذائي بتعمل على إكسابنا وزن صحي وزيادة شهيتنا في عنا كتير طرق منقدر إنه استخدام فول الصوية لنظامنا الغذائي ممكن إنه نحمس فول الصوية ونضيف العسل لإله ومنقدر نتناول معلقتين كبار بشكل يومي أو منقدر إنه نحمس فول الصوية ونتحنها ونضيفها لكوب من الحليب مع إضافة العسل فهيك منكون حصلنا على قيمة غذائية عالية أو تناول جبنة الطوفو هي منقطعها شرائح ومنضيفها للسلطة لطبق من السلطة فهيك عملنا ناخد قيمة غذائية عالية من جبنة الطوفو الغنية بالبروتين نقدر كمان إنه نسلق فول الصوية ونتناولها بجانب الصلصات صلصات الخضاري المطبوخة هيك منضيفها لنظامنا الغذائي بطريقة صحية أو منقدر نعمل كمان بورجر الصوية اللي هو بيكون محضر من طحين فول الصوية ومن البرغل مع إضافة البيض ومن البرغل مع إضافة البيض